السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور أحمد النحاس مدرس واستشاري العلاج الطبيعي للأطفال بجامعة قاهرة ومنتدى بحاليا بجامعة خورس في الدنيات الجديدة إن شاء الله نتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا موضوع تيستينج موضوع تيستينج موضوع تيستينج موضوع تيستينج ده موضوع في غاية الأهمية أننا في العلاج الطبيعي نتعرض لحالات كتيرة زي حالات سواء سيرفايكل سفوندولوزيس أو سيرفايكل ديسك برولابس أو نيك بين صفة عامة ده بالنسبة للعظام بالنسبة لحالات الأطفال والأعصاب في مرضى عندهم مشاكل في الهيد كنترول فضروري جدا نعرف الحركات المختلفة الموجودة في السيرفايكل سباين والعضلات المسؤولة عنها وإزاي نعمل تيست الأكشن ده محاضرة النهاردة ان شاء الله هتكون أهدفها لازم حضرتك بعد المحاضرة تقدر توصف وتقدر تعمل عملي مسل تيست أوف كابيتال اكستنسوس سيرفايكل اكستنسوس كابيتال فليكسوس سيرفايكل فليكسوس سيرفايكل روتيتوس في البداية لازم نوضح الفرق بين مصطلح كابيتال وسيرفايكل طبعا زي ما احنا عارفين ان السيرفايكل سباين ده مكون من سبع فقرات من الظلم ان انا اعتبر السيرفايكل سيرفايكل سباين فكان من الضروري نفصل حركة السيرفايكل سباين على الأقل لأبر سيرفايكل ريجون ولور سيرفايكل ريجون احنا لما نيجي نتكلم على الأبر سيرفايكل ريجون الثو دياجرامز اللي فوق يبقى نقصد حركة الهد على الأطلس اللي هو سي وان او حركة الأطلس على الأكسس اللي هو سي تو ده بنسميها الأبر سيرفايكل ريجون او الكابيتل موفمنت كلمة كابيتل معناها هد يبقى الرسمة دي بتمسل الكابيتل اكستنشن يبقى الهد بترجع باكورد على الأطلس وبرضو برضو برضو بيحصل فيه موفمنت برضو باكورد لكن السيرفايكل سباين كيرف بصفة عامة زي ما هو اللي هو نورما الكيرف بتاع السيرفايكل سباين بيكون طبعا لوردوزيس يبقى دي حركة الكابيتل اكستنشن بالنسبة للكابيتل فليكشن الهد بتحرك لقدام على الأطلس والسيرفايكل كيرف برضو زي ما هو لكن لو جينا اتكلمنا على حركة اللور سيرفايكل ريجون فالكيرف بتاع السيرفايكل سباين بيتغير في حال السيرفايكل اكستنشن بيحصل بيحصل بالشكل دا مع اعتبار ان الهد مكانها ثابت زي ما الشكل دا بيوضع في حال السيرفايكلفليكشن الكيرف بيتعكس وتحول بدلا ما كان لوردوزيس بتحول لكايفوزيس والهد برضو مكانها ثابت زي ما حضرتكم شايفين يبقى نلخص الكلام ده الهيد بتتحرك على ممكن اسميها أو أبر سيرفايكال موشن الهيد بتتحرك على الأطلس أو الأطلس بيتحرك على الأكسس مجازم اللي هي بتعبر عن اللور سيرفايكال ريجو أول تست هنتكلم عنه نحوظه إن شاء الله اللي هو المصد تست Of capital extension primary muscles rectus capitus posterior major rectus capitus posterior minor star black دي علامة أن المصد دي ما بتعملش side bending star red ما بتعملش rotation كل المصز اللي هنأذكرها بتعمل وهنأذكر اذا كان بتعمل او بتعمل طبعا طبعا لو نظرنا في الأناتهم بنجد ان هي مفيش وبالتالي مساهمتها بيكون ضئيلة جدا في حالة بالكابتال الضوء الأساسي بيكون في الروتيشن لونجس كابيتس سبينايس كابيتس سيمي سبينايس كابيتس اسبلينيس كابيتس أبرى تربيزيس والبستيرو فايبرز أوف استيرنوكليلومستويت اخبالنا كواس جدا من اسم الاستيرنوكليلومستويت هنا ان هي بتساعد في الكابتال لان العضلة دي اسمها هيذكر بعد قليل في ماصل تيست اخر فلازم نتذكر المعلومات دي الدياجرام ده بيوضح المسؤولة عن كابيتال اكستنشن بنجد قدامنا الونجسماس كابيتس الركتاي ركتس كابيتس بستيرو ماينور ركتس كابيتس بستيرو مايجور وبليكس كابيتس سوبيلور وينفيرور دي سيمي سبينايس كابيتس اللي فوقها دي السبرينياس كابيتس نسبة المسؤولة نودينج موشن دي اللي بتمثل حركة الكابيتال ريجن وزاوت او رايزنج او اكستنشن في النك يبقى بيعمل تيلتينج في الهت او الشين وزاوت اكستنشن الريزستنس هتكون في جريد فايف على الاكسيبيتال اريا لازم السيرابست تكون ايده التانية تحت الهت عشان احتياطي تلحق رأس البيشن لو حصل اي صدن فاتيج او دروب البيشن مايحصلوش اي مشكلة رينج كموشن عادة لحركة الكابيتال اكستنشن بيكون من 0 إلى 25 ديجريز هضو من البيشن ان يبص قدامه على الول اللي هي بصاده او يعمل تيلتينج لتشين ابرد وزاوت سيرفايكال سباين اكستنشن نخلي بالنا ان الموفمنت دي اساسا في العادي اللي هي الكابتال اكستنشن بتكون موفمنت يبقى رزيستنس لازم تكون قوية في حالة جريد فايف بيكون ماكسمم جريد فور بتكون موفمنت السبستيوشن اللي ممكن تحصل في التست ده ممكن تكون عن طريق السيرفايكال اكستنسوس لو البيشن تحاول يعمل اكستنشن في النك او في اللور سيرفايكال ريجو جريد ثلاثة من نفس البيشن نفس البيشن او في اللور سيرفايكال نفس البيشن يعمل تلتينج لتشين وزاوت اكستنشن في النك بس مايقدرش يتحمل او اكسترنال مانيوال بس 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 جريد ثلاثة من البيشن البيشن سبين سبين ازاي بس نفس البيشن البيشن اللي هو مفهوض نظريا يعتبر صعب تضيقه عمليا لان الثيرابيست يساعد في الحركة بدون ما يقصد وبالتالي ممكن يطلع اخطاء في الحالة دي اضطريرا نغير البيشن وهيبقى سبين سبين البيشن سبين البيشن وحق سبين البيشن لغاية البيشن وحق من البيشن يحاول يوامل تلتين لتشين عبورد وهي حركة جريد ثو لو يستطيع يحرك يعمل موهمينت طبعا في الرينج المتاح في الصوبين هتضيله جريد 2 جريد 1 لو حصل كنتركشن في المسلز ويزود موفمت ياخد جريد 1 لو ما حصلش كنتركشن ياخد جريد 0 نخلي بالنا ان البالبيشن بتاع الكابيتال اكسنسورز اساسا صعب جدا لان هي معظمها عضلات ديب ولكن برضو لازم يكون عنده السكيلز الكافية في البالبيشن عشان يحاول بقدر امكان يوصل لعضلات ديب تفديو بيوضح الكابيتال اكسنسون موسل تست The gravity resisted test for capital extension begins with a patient prone with their head off the end of the table and arms at their sides One hand of the therapist provides resistance over the occiput while the other is placed beneath the overhanging head prepared to support the head should it give way with resistance Resistance is applied directly opposite to the movement of the head the patient extends their head by tilting their chin upward in a nodding motion in such a way that the cervical spine is not extended look at the wall hold it don't let me tilt your head down relax when performing the test for grade 3 capital extension the patient is positioned similarly except the therapist maintains support under the patient's head in case the muscles fail to hold the position The patient completes available range of motion with no resistance The capital extension strength test for grades 2 and below begins with the patient supine with their head on the table and arms at their sides side lying is not recommended for any of the tests of the neck for grades 2 and below because of difficulties associated with supporting the head without inadvertently assisting the motion The therapist supports the patient's head with two hands under the occiput fingers should be placed at the base of the occiput lateral to the vertebral column to palpate the capital extensors The head may be slightly lifted off the table to reduce friction The patient attempts to look back toward the examiner without lifting their head from the table look back at me look back at me look back at me بيوانطح المسل تست في كابتال اكستنسور في جرية 4 انظر على المسل تقلقها لا تقلقها بعد كده نتكلم على المسل تست المسل 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 إنطربيزيس شهر التغيب انطربيزي мой لا يشبك اسمتها كانت ساعدت السابق في السابق cases انتر سبيناليس سيرفيسيس انتر ترانسفيرس سيرفيكال ماسلس روتيتورس سيرفيسيس مالتفيداي والليفيتورس كابرل طبعا مش كل العضادات دي بتعمل روتايشن او سايد بيندينج كل اللي مذكور قدام اللي معمول قدامه بلاك ستار ما بيعملش سايد بيندينج واللي معمول قدامه ريت ستار ما بيعملش روتايشن دي صورة بتوضح الاناتومي دي صورة بتوضح الاناتومي في حال السيرفيكال دي لونجسماس سيرفيسيس دي سيمي سبيناليس سيرفيسيس سبلينيس سيرفيسيس ودي اليوكوستاليس سيرفيسيس زي ما احنا اخدين بالنا من الفجر اللي قدامنا ده كل العضلات المسؤولة عن السيرفيكال اكستنشن ما هيش متصلة بالسكال او الاكسبيت جاست الاتتشمنت بتاعتها بيكون اخيرها في السيرفيكال برتيبري لكن ما بتوصلش لسكال نسبة لماسل تيست في السيرفيكال اكستنشن جريد فايف ان فور بيشينت بوزيشن نفس البوزيشن اللي فات في الكابيتال اكستنشن نايم برون ارمز اتسايد المكان الريزيستنس المراتي هيختلف شوية هيبقى على برايته لازم برده طبعا ايد السيربس التانية تبقى تحت الهيد عشان تلحق الهيد لو حصل اي سادن روب في الهيد لو في ويكنس في الدرانك موسلز او في السيرفيكال موسلز حطوا من البوزيشن انه يعمل اكستنشن في النك وزود تلتينج ذات شين يبقى يعمل سيرفيكال اكستنشن وزود كابيتال اكستنشن ويحاول يعمل يفضل باصص ناحية الارض غالبا بيكون من 0 إلى 30 يعني اكبر شوية من كابيتال اكستنشن الموشن السيرفيكال اكستنشن يجب ان يكون مهيش كابيتال اكستنشن موسلز 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 في حالة لو البيشنت ده عنده لازم الثيرابيست يثبت الثوراكس أو الأورباكس بالشكل ده خاصة في جريت ثلاثة طبعا هو ضروري هيحتاج معه أسيستنت عشان أسيستنت إلحق بيده الهيد أفزا بيشنت يعمل بوردكتيف جاردينج الهيد جريت ثلاثة البيشنت سيبقى صوبعين صعب طبعا ينام في سايد لاينج والثيرابيستيعمل كابينج للهيد بالشكل ده يحاول ممكن لو رفعها عشان يقال بين الهيد هيحاول يعمل بالبيشنت للسيرفايكال اكستنسل ديستل الأكسوكت وهيطلق من البيشنت ان يعمل اكستنشن للنك عن طريق انه يعمل بوش بالهيد في الهند بتاعت السيرفايست دونورد لو قدر يحرك الرنج في حدود ياخد جريد 2 ففيش حركة وفيه ياخد جريد 1 لو قدر ياخد جريد 0 طبعا لازم الاكستنشن ده يكون وزاوة وكمان وزاوة تبقى ثابتة تبقى ثابتة تبقى ثابتة تبقى ثابتة الجهان ا plainoop الكتنية فالت帶سان مع ثابتة رعب bagю وتحبض سيبد定 ται تنبي أن تتجد عالك عملي في الصين، ليس جدد عمليا قطعة الكتاب لنزم لتحقق المجتمع لنزمه بالنزمه على التنبيل الذي يšíم أيضًا أكثيرًا تحقق المقبل ما تفهم أكثر ترجمة نانسي قنقر If there is known or suspected trunk extensor weakness, then two clinicians are required to safely test the patient. One provides protective guarding under the patient's forehead, while the other stabilizes the upper trunk. To begin the gravity minimized test for cervical extension, the patient is supine with their head fully supported by the table and arms at their sides. The therapist's hands are under the head, with fingers palpating distal to the occiput at the level of the cervical vertebrae. The patient attempts to extend their neck into the table. Try to push your head down into my hands. And relax. Let's talk about muscle test of capital flexors. Primary muscles Rectus capitis anterior Just a time of capital flexion without rotation or side bending Rectus capitis lateralis Longus capitis Rectus capitisō Next, the patient is hazylkar pes90 Rectus capitis anterior Rectus capitis anterior Rectus capitis anterior Rectus capitis anterior A similar position Rectus capitis anterior Are they used to have a surface layer. These are the major علومة كده هتهمنا ممكن لمحاضرة بعد كده ان السوبرا هيويدز بيساعدوا في المانديبلر ديبريشن يعني ايه المانديبلر ديبريشن اللي هو الجو اوبنينج ان انا بفتح الفك بتاعي لتحت ويبقى هما بيساعدوا في الكابيتال فليكشن وبيساعدوا كمان في المانديبلر ديبريشن كابيتال فليكشن لها اسم تاني الحركة دي بنسميها تشين ان ده اسم مشهول جدا لازم نعرفه او تشين تاك البيشنت بيحاول يقرب لتشين لانك الصورة دي بتوضح الاناتومي او برايماري موسلس مسؤولة عن كابيتال فليكشن دي ريكتاس كابيتاس انتيرو دي ريكتاس كابيتاس لاتيراليس دي لونجس كابيتاس شايفينها من زاويتين مختلفتين المسل تست اوف كابيتال فليكشن start position البيشن بانهم صوبين على التابول arms at side والهيد سابورتد على التابول بالشكل ده نخلي بالنا ان الرنج الوشن بتاع الحركة دي اساسا للمشي فلنج كبير يعني بيتراوح من زيرو لغاية 10 او 15 ديجريز مش اكثر من كده سيحاول يقرب تلتينج الهجم إلى نك أو الشيست نجد فك المريض أو الماندبل يكون ثابت يعني الهجم يكون قافل الفك بتاع قويس الفكه ما يتحركش عشان دي ممكن تكون سبستيوشن ممكن تحصل لو أنا مشو أخد بالي الهجم 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 يمكن يعمل تلتينج الجين يبقى grade five أ身 حد تكون لو البيشنت قدر يعمل يجرب مكسsonal resistance و grade four لو أسمي يعمل ممضح للهجم الهجم 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 يمكن تحصل غير الماندبلار ديبريشن ممكن البيشنت يحاول يشغل الثوراسيك اكستنسولز يعمله اكستنشا في الثوراسيك سباين فمكان الهيد او السيرفايك السباين ممكن يتغير بطريقة غير مباشرة ان يحصل يتراكشن للهيد والنك فيتهيالي ان هو عمل تشين ان وده ما حصلش فنخلي بالنا ان الثوراسيك اكستنسولز ممكن يعمله سبستيوشن اتجنب السبستيوشن دي كويس جريد ثري نفس البوزيشن نقدر يعمل فول رينجيك نوشن وزاوية رزيستنس طبعا الصورة هنا واضحة شكل تشين ان عمل ازاي عشان ايد السيرفايك الصورة اللي فاتت كانت مدارية على البوزيشن بتاع الهيد والنك جريد تو وان انت زيرو هيبقى برضو من نفس البوزيشن اللي هو سباين لان صعب البيشن نحطه سايد لاين بوزيشن هيبقى جريد تو لو قدر يحقق بارشة رينجيك نوشن البلبيشن في حالات الكابيتال فليكشن صعب شوية في كل الاحوال او حاولت اعمل بربوزيشن اللي عضلات دي لازم استخدم منيما البرشر عشان ما اتغادش على السيركوليشن اللي طالع البرين اللي هما الكاروتتز هذا فيديو بيوضح الكابيتال فليكشن ماسل تست أسعر باقي وطالبخال مشروع الناس أحضر بجلل التخطير تحديث تحديث وطالبخال جد. ونالغم أجل التعارب من الب jumbo ليس سألون والعين مهور أقسط حق 여기 حقو حقق أي ممكن ان تغرر عن المعارضة. مجحبات الإصلاف لا تحقير على توضعتها بالنظام. ومشارع بك أصدقاء ميسسسسين. حانيا إنه يحن به. حاليا، 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 حالياً. ومكون دعون كذلك. طاق إلى تنزل جيد وتنزل أي نزل المحلوك بالتعامل جيد هنا فيديو التاني بيوضح جريد فور كابتال فليكسوس هنتكلم بعد كده على مصل تست اف سيربايكال فليكسوس اهم مصل عندنا في سيربايكال فليكشن معضلة مشهورة جدا اللي هي استيرونو كليدو استويت اخسارها الس سي ام لونجا سكولاي ديب شوية والاسكالين ماسلز تلات عضلات اسكالينس انتيرور اسكالينس ميدياس وسكالينس بوستيرو في مجموعة عضلات تانية ممكن تساعد في السبايكال فليكشن اللي هما الانفراهايويدز مكونة من استيرنو ثيرويد ثيروهايويد استيرنوهايويد وهمهايويد وفي عضلة تانية ممكن تساعد بصورة ضعيلة جدا في السبايكال فليكشن اللي هي بلاتيزما اتذكر كويس جدا في العضلات دي ناخد بالنا ان البلاتيزما برضو ممكن تساعد في المنديبلور ديبريشن اللي هو الجو اوبنينك فكده دي تاني مرة نسمع المصطلح ده لان دي هتفدنا لما نيجي نفهم السبستيوشن بتاعة التست ده بعد كده دي صورة بتوضح الاناتومي لبرايماري موسيلز بحادس بيكال فليكشن دي العضلة المشهورة اللي هي استيرنوكليل مستويد مكونة من دو هيتس كلا فكرة الهيد وسترن الهيد والأرجن بتاعهم او صوري insertion في المستويد بروسس دي اللونجس كولي مصل دي اللونجس كولي مصل دي اللونجس كولين سكالينس ميديس سكالينس 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 مانتيرو بالنسبة ل موسيل تست سباكال فليكسون جريد 5 و 4 بشأن بقى نايم سوباين نخلي بالنا في التست ده مش هيبقى بس نايم سوباين لازم تكون الهيب والنيفليكسد والفيد فليات على السيرفلس يبقى بنسمي البوزيشن ده هوكلاينج أو كروكلاينج بوزيشن لأن العضلات دي مرتبطة بالأبدوم الموسيلز تاني حاجة بشكل الحركة اللي يعملها البايتشن هيحاول يعمل رايزنج أو ليفتنج للهيد فون زا تيبول ويز كيبينج زا تشين تاكت أو تشين ان يبقى هو بيعمل سيرفايكال فليكشن من اللي في اللوع سيرفايكال برتبري وهو محافظ على ال تشين ان بوزيشن واحد هيسأل لي احنا كده في الحالة دي احنا بنعمل تست واخدين مع سيرفايكال فليكشن يبقى كده الحركة بس كده الاتنين مع بعض مختلف طبعا هل احنا قلناه قبل كده في حاجة سيرفايكال وكان بيعمل سيرفايكال من غير ما بيعمل كابتال طب تفسير الموضوع ده اي وجدوا ان زي ما هي بتعمل لور سيرفايكال فليكشن وجدوا كمان ان هي ممكن تساعد في ال كابتال اكستنشن يبقى هي لها تأثير على لور سيرفايكال ولها تأثير تاني مختلف على ابر سيرفايكال البيشنت لو حاول يعمل فليكشن في الور سيرفايكال سباين ورأسه راجعة او 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 اضبط في كابتال اكستنشن كده التست مني هيكون منصفة على الاستيرنوكليد مستويت هيبقى اكسكلوسف للاستيرنوكليد مستويت والأذر نكفليكشن او سيرفايكال فليكشن هيشتغلوا او ما يشتغلوا وش خالص زي السكالين او لونجسكولاين عشان اضمن ان ادخل معي في التست الاثر سيرفايكال فليكشن لازم اعمل التست سيرفايكال فليكشن بالشكل مكان الريزيستنس في الحالة دي هنحطها زي مصطورة موضحة مايفعش احطها على الفورهيد ليه عشان اضمن انه محافظ على التست غالبا بيكون من 0 35 إلى 45 ديجري البيشنت هطلو منه يعمل ليفتنج للهيد حيث كيبينج تشين تاكد ان تاكد تاكد الاستيرنوكليد مستويت العضلات دي مش قوية قوي فهيد وقت تستحويل two-finger resistance كتير لازم اثبت thorax او schist في حالة لو فيه weakness في abdominal muscles اللي هما trunk plexus grade 3 نفس الوضع ونفس position بس الpatient هيدر يعمل full range of motion against gravity without resistance محافظ على وضع chain n grade 2 one and zero insopine برضو بس نخلي بالله في الحالة دي هيبقى test action او response مختلف اشوية الpatient هنطلب منه ان يحاول يعمل rolling للهيد يلف يمين وشمال لو قدر يعمل rolling للهيد نحية اليمين انا كده بعمل test left stern or stoid لو قدر يعمل rolling نحية الشمال انا كده بعمل test right stern or stoid muscle الصورة بتوضح palpation left stern mastoid palpation بازاهر جدا grade 2 في الحالة دي هتكون لو الpatient قدر يحق partial range of motion grade 1 لو في contraction steno mastoid وما فيش movement grade 0 لو ما فيش contraction ممكن لو العضارات دي ضعيفة جدا ممكن يحصل substitution عن طريق blatizma blatizma ممكن تقدر تعمل tensing or wrinkling the skin over anterior aspect of that right ممكن blatizma تقدر تعمل pulling the corners of the mouth downward and backward ممكن تساعد كمال في mandibular depression لابعنا لازم اكون متأكد ان الpatient job مقفول لا هو مفتوح ولا مقفول اكتر من اللازم ممكن تحصل اه زي ما احنا قلنا لو بيعمل lower cervical flexion associated with capital extension كده الاكشن هينكون مني مصبع على sternocleidomastoid ويزاوة الاثر cervical flexion يبقى انا لازم اخلي بالي ان يعمل الاخشن ده with chin in في انا ثم ممكن trunk flexion يساعد لو رفع shoulders من surface يبقى كده دخل مع trunk flexion اللي هم abdominal muscles او ممكن يحاول يعمل mandibular depression او jaw opening يتحيال ان يحاول يعمل flexion يبقى ازاي اقدر اعمل isolation في muscle test لsingle sternocleidomastoid ان عضرة دي مهمة جدا ومشهورة طبعا احن نضطر نعمل isolation d single sternocleidomastoid في حالة لو انا شاكك او متأكد ان في asymmetry between both sides of muscles طبعا لو في حالة او deformity مشهورة اسمها torticollis لو في unilateral shortening of sternocleidomastoid deformity دي بساميها torticollis ده التست to idolate single sternocleidomastoid من في الصورة دي right sternocleidomastoid patient position hiposopine arms outside head support surface initial position نازم تبقى راس او head determined left sight لو انا بعمل test right sternocleidomastoid واطلب منه يعمل flexion وهو محافظ على وضع turning or rotation في head resolution بيتراوح من 0 لغاية 45 او 55 دي 50 ساكون على temporal area above the ear طبعا لو the trunk flexion او abdominal ضعاف انزبت الشست طبعا نخلي بدنا أي حركة أو تست فيه روتشن للسيرفايكال سباين لو البيشنط ده عنده مشهورة مشهورة اسمها فرتبرو بازيلة انسافشنسي الروتشن افزا هيد ممكن يسبب يضغط على ستركوليشن اللي طالع على البرين وممكن البيشنط يحصل له مشاكل خطيرة زي ديزنس أو فينتنج فلازم اخلي بالي طبعا في تست مشهور للبرتبرو بازيلة انسافشنسي ان شاء الله هتحضوه لاحقا فده بس بريكوشن كده نخلي بدنا منها في التست ده دي جريد تلاتة رأي تستانو كيدو مستويد هيعمل يوموشن وزاود رزيستنس جريد تو نفس البروسيدجر اللي اخدناها في جريد تو وان وزيرو في التست بتاع ستركوليشن ده فيديو بيوضح الاسوليشن ستركوليشن بعدها مماركتل للتاولui بيوضح الاس إلى une لرة يقدرول Skyip المترجم للهنة تعمل الأنسان لدرجة العرقية. التي تنظر لها عز وجود الأنسان عملها في العلم جهاز العرقية. The patient attempts to roll their head from side to side. Roll your head to the right and then to the left. The test will be to the right and then to the right and now you know the motion. The last test is the muscle test of cervical rotation. The muscle that you use is cervical or unique rotation. Some of them are extensors and flexors. Let's start with them fast. They are 16 or 17. If we talk about extensors, the muscle and cervical rotation. Lungesmas cabitas, splenias cabitas, semispinales cabitas, rectas cabitas posterior measure, obliques cabitas inferior, therobesias, sternocleidum astoid, elevator scapulic, semispinales services, spinales services, rotators, servicies, multi-dye, dorkanonic sensors, which will share it for rotation. The flexors, which will share it for rotation. Longus cabitas, longus coli, inferior obliques head, scalinis anterior, medias substeer. The muscle is the start towards the right, and at the right, we are going to a left, with a rotation to opposite side. Now let's turn to the next rotation, first start with the right. The front is starting between C1 and C2. خمسين في مئة من الحركة دي لازم يحصل الأول في الـ between C1 and C2 بعد كده بقيت الحركة بيحصل في الـ other cervical vertebral بالنسبة لـ muscle test of cervical rotation start the position of the patient بالنسبة لـ grade 5, 4 and 3 بيبقى supine أو sitting لو انا هامل test للـ left cervical rotation سيبدأ راس ولفة ناحية اليمين بالشكل الـ resistance يقوم بها في neutral position أو يكمل الـ range ناحية opposite side في النهاية والـ resistance هامل test على right وتست على left الـ resistance هتبقى over the side of the head أبقى في الـ ear حركة الـ cervical rotation سيكون حرك قوية لو قدر يستحمل maximum resistance يأخذ grade 5 لو قدر يستحمل moderate resistance يأخذ grade 4 لو قدر يعمل 4 range ويزاوط resistance يأخذ grade 3 بالنسبة لـ grade 2, 1 and 0 patient position gravity minimized position هيبقى قاعد setting يستحسن يبقى trunk and head supported على high back chair عشان الـ alignment of the head and neck يبقى neutral الـ therapist يحاول يعمل palpation من الـ stermomastoid أو back of the neck muscles اللي بتشارك في الـ rotation وهيطلو من patient يعمل rotation من الوضع ده الـ دفد يو بوضح الـ cervical rotation muscle test موسيقى The gravity resisted test for cervical rotation is initiated with the patient's supine and their cervical spine in neutral flexion and extension the head is supported on the table with their face turned as far to one side as possible the patient rotates their head to neutral resistance when tolerated is applied to the side of the head a mirror image of this movement can be repeated for rotators on the opposite side turn your head and face the ceiling hold it do not let me turn your head back and relax The gravity minimized test for cervical rotation is performed with the patient seated and the head in neutral position the trunk and head may be supported against a high back chair the patient tries to rotate the head from side to side keeping the neck in neutral that is the chin is neither up nor down turn your head as far as you can to the left keeping your chin level good now turn your head as far as you can to the right keeping your chin level great and relax would be at the end of today we should have to add the deformity for the deformity over the general deformity or butcher بيتكون من ايه البوتشار ده? لو جينا نصف شكل الديفورمتي دي او بوتشار ده. البيشن بيبقى عنده لور سيرفايكال فليكشن. كومبايند ويز ابر سيرفايكال او كابيتال اكستنشن. يبقى سيرفايكال فليكشن كومبايند ويز كابيتال اكستنشن. بناء على تحليل الحركة دي او الشكل ده. نقدر استامتك ايه هي العضلات اللي بتبقى تايت وايه هي العضلات اللي بتبقى. فلreyتنا نتكلم عقا ايه هي العضلات Unaي التي تبقى تايت في البيشن ده. آجنا اكيد العضلات المسؤولة اللي بتعمل لور سيرفايكال او سيرفايكال فليكشن بتبقى تايت. او على النقيد العضلات اللي بتعمل Capital Flection و Lower Cervical Extension العضلات دي تقويك أو Stretched أو Lengthed أو Elongated طبعا معرفتنا للحاجات دي تخلينا من يقدر نعمل المالجمد كويس للديفورمتي دي دي الريفرنس اللي استخدمناها في محاضرة النهاردة أشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته